السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير صحيحة والسلامة وباش كنتمنوا اليوم كيف مشتوا معايا هاد الفيديو ديال الصابلي كتجي عجينا واحدة وكنخرجوا بيها جوجة الاشكال مختلفة كتعطينا كمية كتيرة والمضاق ديال هاد صابلي كيجي متميز ومغاير انتو ما غدا تشوفوا معايا السر اللي كين في المقادير وكيبقى الطابع الاحساب اللي بغيتو انا انتو ما كشتو درته لشكل القلب وشكل آناناسا كيجي زوين كنتمنى منوا هاد الفيديوين الاعجاب ديالكم ما تنسوش الجيم الفيديو بارتاجوهم عن اصدقاء ديالكم ودعمدو على بركة الله بالمقادير كيف مشتو معايا عندنا مقادير بسيطة وسهلة لدينا كاس ديال كوك محمر كيعتوي حد المضاق رائع الصابلي لدينا كاس ديال زيت كاس ديال سانيضة جوج البيضات لدينا معلقة ديال كاكاو الحلو ومعلقة كبيرة ديال كاكاو المر لدينا ساشد فاني خمارة وجوج المعالق ديال فيرميسيل اسود وميةين وخمسين كرام ديال الزبدة والطحين حسب الخالات وشوية الملحة ونبدأ ونخلطه صابلي لكم عارف ان صابلي دائما كامده بالزبدة انا غيرت القاعدة بديت بالبيض هو اللول كنزيدو عليه الزيت نزيدو عليهم الكوك الكوك محمر كي يعطيو حد المضاق رائع الصابلي كي يجيب لي واحد من كازوينة وخش صندبة غد نزيدو نخلطه مع الكاكاو وفيرميسيل كي يعطيو حد لداء اكثر صابلي بغيتو تكتافيو غير بالكوك وما تديروش الكاكاو والفيرميسيل تبقى صابلي بيض كي يجي في هناك هزوينة ديال الكوك بغيتو تديرو غير الكوك والفيرميسيل كي يجي غير بيض وفي دكن نقيطات بالاسود كي يجي زوين اولا بغيتو تديرو كيف حل هكا كي يجي هو بحلي شكل دياله وفي عدد نقيطات بالاسود كنخلطو هدوك العناصر اللي عندنا كاملين وكنخليو هدوك الفيرميسيل هو الاخر حق الشوكولات كيدوب مع الحرارة ديالي يدو كنخلطو هدوك المقادير ما كيبقى شباين كنخليوه دائما هو الاخر عاد كنزيدوه كنخلطوه 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 ونزيدو الخمارة مع الطحين كنخلطوه 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 جميعا كنتمنا انكم تجربوه هدو صعب لي وزي كيجي ساهل ضغيه كيوجد وحتى الماضاق ديالو كيجي زوين وكيف ما قلت لكم في الاول الطابع ممكن تستعملوا اي طابع بغيتو اي طبع او قطعون باي طابع عندكم ممكن تبدله او لا تديروا كيف حلها تشكيلتها بساطين وسهلين ده بغا نزيدوا الفيرميسيل هو الاخر بعد ما كنجمعو الهجينة كاملة كنجمعوها كتكن عندنا رطبة كنقسموها على ثلاثة الكورات كننغطيوهم بلاستيك غدائي باش يبقوا ورطبين وعدها نبقوا نطلقوه وحدة بوحدة غد نطلقو اللولة ما بينجوش بلاستيكات باش كتجينا سهلة لجينا كتطلق بكل سهولة وكتكون مساعدا ان انا ما نزيدوش فيها الطحين حيط لابقين نديرو الطحين ونطلقو كتزيد تقصاح لنا لجينا والحبات الاخرين ما كيجونش في هالشكل لي اللولين اما قدرناها في بلاستيك غدائي وبقينا كنتلقوه شوية بشوية كتجينا سهلة ضغية كتطلق وكتبقى دائما ارتباء وده وبعد ما نتلقوها ونخلوه شوية رقيقة ما نغلطوهاش بزاف خصوصا هذي اللي غنطبعوها بطابع دي القلب حيط غد اللاصقوه جوج ما بعضهم يعني خصتها تكون شوية رقيقة اما شكل تاني اللي درتو على شكل الاناناسا هادك دي الاناناس ما نلاقيوهم شما بضياتهم يعني خصتها تكون شوية اغلط من سمك ديالها يكون شوية اغلط من هاد العجينة اللولة اللي طلقناها شو كتب جينا سهلة اننا نتلقوها ما بين البلاستيكز دبا غد نبدو نقطعو الطابع اللي عندنا لابنت اللي نال عجينة كتلسق في الطابع نديرو فيها الطحين اغلط شوية نحطوه في الطحين وعد مدون قطعوه به كمقوا مستمرين في حال هكا حتى كنقطعو هذيك العجينة كاملة من بعد كنستفوهم في طاوام دهونة وكندخلهم الفران ومن بعد ان شاء الله انتم ما غد من نكملوا هذي الكمية كاملة غد نشوفوا الطريقة ديال تزين وباش لقيناه وهنتو ما كيف مشتو معايا بعد ما عمرنا اه طاوة اللولة درنها في الفران وهذي الطاوة التانية على شكل القلب ده بازنا نديرو الطابع التاني بدلو شكل على شكل التاني باش نديرو بيحتواء كمية كتيرة واندخلهم يطيبو من التحت عادي يطيبو من وجههم شكل ديال الطياب ديال الصابلي العادي دب هنتو ما شكل تاني بعد ما احطيناه في الطاوة انتم ما شوفوا شكل ديالو كيفاش كي يجي وعادي غاد نطيبو وان شاء الله هنتو ما بعد ما طابو هنتو ما تزين طريقة ديالهم قدرنا غير الشوكولات الابيض هو اللي لقينا به كنحطو اه صابلي نحطو فيها الشوكولات الابيض وعادي كنحطو عليها الصابلي التانية وكنحطوهم حتى كنكملو هديك الكمية اللي عندنا كاملة من بعد غاد نديرو النصف ديالها في شوكولات الابيض بغيتو ديك ساعة تزيدو تديرو فوقو كاو كاو او لا لوز ايفيلي اللي بغيتو انا ما درجش فيه اللوز ايفيلي حيث اه الشكل التاني عندي فيها اللوز مهرمج ما بغيتش يجو كيف كيف بغيت وحده تبقى غير سامبل والتانية اه جي اه فيها اللوز ومن الاحسن كيف ماشتو معايا كنحطوها فوق بلاستيكا باش ملينش في شوكولات ما تلصقش لنا جينا سهلة اننا نهزوها وهذا الشكل التاني كندهنوه بنيس لي كاراميل ومن بعد كنديرو فيه اللوز مهرمج وعد كنخشو الراس ديالها في شوكولات ابيض ملي كنكونو كندهنوها بنيس لي كاراميل ما كنقيسوش هادا كالراس ديال الاناناس حتى كنخشوه في شوكولات الابيض باش كيجينا شكل اه مدل ما كتجينش كاملة فيها اه شكل واحد كتجي كل جيها في زواق بشكل هنتو ما كيف مشتو كنطلو غير هديك الدائرة هي اللي كنديلو لها نيس لي كاراميل من بعد كنحطوها في اللوز مهرمج كي يلصق فيها مع نيس لي وكنديرو الرس ديالها في شوكولات ابيض بغيتو هاداك شوكولات ابيض ديرو فيه قطرات ديال اللون اخضر بجديدو اه تباني لكم على شكل الاناناس حقيقي انتو ماشتو شكل ديالا كجيزوينة ومنقوش لكم على الماضاق اللي كي يجي فيها ماضاق رائع بالنسبة ديالا اه اذك الكوك محمر وكيتزاد مع شوكولات ونيس لي كي يعطي واحد الماضاق رائع او هاد اللوز كتجي فيها مخلطة النكهات عديدة وكتجي زوينة في الماضاق وحتى الشكل ديالا كي يجي شكي يلزوين بسات سامبل وكنتمنى من الله هاد الفيديو اينا الاعجاب ديالكم وكيف ما تنطلب منكم دائما تبارتاجوا هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش دائما العائلة الصغيرة ديالنا عاد يتكبر وكنتمنى من الله لقى منكم تشجيع القناة متنساوش لايك للفيديو كنتمنى انكم ليش في الفيديو ما ينساش لايك وشكرا على حسن المتابعة